بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه رمضان فرصة لتطوير صحتنا النفسية إذا كان رمضان شهر الصبر وكي يقوي الإرادة يربي الإنسان على الصبر فرمضان عنده جوانب كثيرة مرتبطة بالصحة النفسية رمضان هو شهر الهدوء يربي الإنسان على الهدوء ولأن الصوم ليس فقط صوم عن الأكل والشرب وإنما هو صوم أيضاً على عدد من العداد السيئة التي يمكن الإنسان مولفها قبل ذلك فيمكن أن تكون فرصة رمضان فرصة للتطوير العادات الإيجابية بدلاً من العادات السيئة عندنا في رمضان ملاحظة مرتبطة بالصحة النفسية وهي القلق أحياناً في نهار رمضان نصدم بعض الناس نصدف بعض الناس اللي يتصرفون في مواقف معينة بالقلق والغضب وردود الفعل وأحياناً الصياح وكثير من الناس يجاوبوا ويقولوا خليه وراه صايم بمعنى أنه بعض الناس عندهم فكرة على أن الصوم يبيح القلق الزائد عن الحد وهذا تصور غير سليم بالعكس الصوم في العمق دياله يصير بيع الهدوء الصوم هو شهر الصبر يعني يخصي نصبرو نصبرو حتى في بعض المواقف اللي كتكون محرجة نصبرو على المواقف اللي كتكون اللي كتكون مستفزة نصبرو على بعض الأمور اللي كتقع لنا بدلا من ديروا عليها رد فعل سريع نصبرو عليه ونأجله وهذا شي ممكن بالنسبة للصائب ولكن كنت سألوا علاش كثير من الناس كثير من الناس كتقع لهم هاد الترمضينة ما نسميه بالترمضينة والقلق الزائد وردود الفعل المبالغ فيها في نهار رمضان كنا درنا واحد دراسة في إطار مؤسسة الحسن الثاني الأبحاث العلمية والطبية حول رمضان تابعة في كلية الطب الدار البيضاء وعن طريق دراسة عين من الصائمين في نهار رمضان والمقارنة كيفاش كانوا كيتصرفوا قبل رمضان لقينا فعلا بأن نسبة القلق والغضب وردود الفعل السلبية كتزيد في رمضان ولكن هي ما مرتبطة تشب في الصوم غير مربوطة برمضان هي مرتبطة بثلاثة العوامل الأساسية العامل الأول هو النوم المشكلة أنه في رمضان الناس لا ينامون بالليل النوم الكافي يلفون أو ألفوا الصهر الناس يسهرون إلى وقت متأخر جدا منهم ما لا ينام لا ينام حتى يتناول وجبة الصحور وهذا يؤثر على الحالة النفسية في النهار الإنسان الذي لم ينم النوم كافي بالليل طبيعي أنه في نهار رمضان سيصبح قلقا متوترا يمكن أي شيء أن يستفزه تكون عنده ردود فعل غير متوازنة إذن قلة النوم هذا السبب الأول هذا شيء دراسة ميدانية لدى عدد من الصائمين السبب الثاني هو إدمان القهوة الناس الذين كانوا يدمنون القهوة وخصوصا في الصباح صباح رمضان لا يتناولون القهوة وبالتالي يقع عندهم واحد نوع من القلق ورد الفعل نتيجة عدم تناول القهوة في الصباح وهذا الحل دياله طبعا الحال لوحد يبدأ قبل رمضان في شعبان أن يبدأ في انقص القهوة مرة يتناولها مرة لا بش يستعد لرمضان وهذا من الاستعداد لرمضان ولكن أيضا يمكن الإنسان أن يتناول كوب قهوته في الصحور قبل أذان الفجر مباشرة بخمس أو عشر دقائق لأن الصحور بالأدب دياله في الإسلام كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تأخير الصحور باش ما أخرته لما قبل الفجر أحسن فلذلك هؤلاء هذو الناس اللي عندهم الإدمان للقهوة وطيول السنة وما كيشربوا القهوة في الفطور وما كيقدوش يتخلوا عليها لأن يجربوا إلا ما شربوش القهوة في الصباح كيضرهم رسهم وكي تقلقوا وكيكون عندهم نوبات الغضب يشربوا القهوة ديالهم في الصحور السبب الثالث هو عند الناس الذين يدخنون كي القرصوا في نهار رمضان لا يدخن وبالتالي كدو الساعات الأولى شوية كي ترتفع درجة التوتر النفسي نتيجة عدم التدخين فإذا هذه هي الأسباب الثلاثة الأساسية بطبيعة الحركة هي الأسباب جزئية ولكية الأساسية هي الأسباب الثلاثة الأساسية التي تسبب التوتر النفسي في نهار رمضان لكن الصوم في حدداته ليس سببا الصائم الحقيقي هو الذي لا يغضب ولا يرد كما قال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم إلا جاشي واحد وحاولي يستفزك وقول لك شي هدر ما عجبتك يقول اللهم إني صائم ودوء الساعة تلنا الفرص خراء وشوف كيف يشتعل المشكلة بطريقة أكثر هدوءا وأكثر حبية فالصوم هو شهر الصبر وبالتالي هو شهر الهدوء وشهر الأخلاق العالية وأخلاق الطيبة والتعامل الإيجابي الجيد مع أحبابنا وأسرتنا ومع الناس أجمعين ترجمة نانسي قنقر